السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تلاميذ الصف السادس مع فصل من فصول قصة علي مبارك معنا الفصل الثامن بعنوان أبو التعلي طبعا أولاد إحنا عارفين أن عليه مبارك في الفصل اللي فات كان مصرور بفرصة عظيمة حصل عليها وهو إسناد إليه إدارة كثير من مرافق الدولة وطبعا إحنا عارفين أنه كان له يد وإصلاح في كثير من المشروعات فشارك في إصلاح المستشفيات والسجون والمجازر والساكك الحديدية والعديد من الأعمال تعرفوا بأن تشوف النهاردة في الفصل بتاعنا آآ إيه أحداث الفصل آآ بيقول لأولاد آآ طبعا آآ الفكرة بيتضمنها الجزء الأول من الفصل بتاعنا الارتقاء بالتعليم لكي يخلص الوطن من الفكر والتأخر فطبعا آآ لما كان من همة علي مبارك أنه هو يستطيع آآ إصلاح آآ التعليم فأسند إليه إسماعيل من بين ما أسند إليه آآ جيوان المدارس اللي هي وزارة التربية آآ والتعليم بيقول لك بعد ذلك فهبى مسترعا يعمل في هذا الميدان وطبعا هو بيهوى هذا الميدان وبيحبه ميدان التعليم بيحبه جدا عليه مبارك أنتو عارفين آآ ذلك ويجد في نفسه الكدرة على أن يرتفع به ليخلص الوطن مما هو غارق فيه من الفكر والتأخر والبعد عن التقدم يبقى كان هم عليه هو النهضة بالإيه؟ بالتعليم آآ ولماذا؟ لكي يخلص الوطن من الفكر والتأخر والبعد عن مجد في الدنيا من حضارة بيقول لي أن الوطن آآ كان غارق آآ إلى آآ الأسقان في الفكر والجهل وكان يبعد آآ عن الحضارة أو مظاهر التقدم والرقية الذي آآ حدث في آآ البلاد الأخرى ننسى السؤال ما الديوان الذي أسنده إسماعيل إلى عليه مبارك؟ أن ديوان المدارس آآ أو وزارة التربية والتعليم آآ بعكا بيقول لك رأى أو أو رأي عليه مبارك في التعليم كان يرى أن التعليم الصحيح هو الدواء الشافي لكل ما يعانيه الوطن من تأخر يبقى التأخر للوطن في ده بسبب عدم الاهتمام بالعملية التعليمية وهذا في رأي عليه مبارك في ذلك الوقت وكان يرى أنه هو المصباح الذي سوف ينير هذه آآ العقول ويقول الأفهام آآ ويقضي على الخرافات ويحطم سيء العداد هناك العديد من الخرافات والأفكار السيئة المنتشرة سوف تتحطم هذه الخرافات ويعادات السيئة بالإيه بالتعليم وإيه كمان؟ ويبعث الحرية والشجاعة ويهجي إلى الحق فدي أولاد الرؤية الصحيحة لعلي يعني وجه النظر عليه في التعليم الصحيح بس بشرط أن هو يكون تعليم صحيح فرأى أن التعليم هو الدواء الشافي لكل ما يعانيه الوطن من التأخر والتخلف هو المصباح الذي ينير العقول ويقوي الأفهام آآ التعليم يقضي على الخرافات ويحطم سيء العادات أيضا يبعث الحرية والشجاعة ويهجي إلى آآ الحق وطبعا أولاد احنا عارفين آآ أن علي مبارك له خبرة آآ كبيرة في هذا المجال بيسأل سؤال ما الدواء الشافي لكل ما يعانيه الوطن من تأخر وتخلف في رأي علي مبارك طبعا هو التعليم الصحيح الصحيح بنكمل بقى أولاد بنول إيه آآ وكان آآ آآ لبصيرته النافذة والتجاربه الواسعة ما يعين ويساعده على الجهاد في هذا الميدان احنا عارفين أنه مر بتجارب كتير قوي من صغري فاكر أول حاجة خالص كانت تعلم عندي مين آآ عند آآ كتاب آآ شيخ أحمد أبو خد وطبعا العاني لديه من الأذى الايه من الشديد والمعاملة السيئة وايضا تجاربته فين مدرسة؟ آآ مع آآ مع الكاتب وتجربته في مدرسة آآ قصر many ومدرسة أبي زعباء. وايضا تجربته في مدرسة أبي زعباء الحين لم يكن يفهم آآ بعد الدروس. بعد الدروس. وحاول آآ الثرار. فكان له التجارب آآ جاء كثيرة. تجربته في الكتاب رما عاني لديه من الأذى. تجربته في مدرسة آآ كصر العيني وتجربته في مدرسة ابي اين الزعب. فدي بعض من التجارب اللي مر بها. طبعا اولاد ان الانسان لازم يستفيد مما يمر به من تجارب. مش معنى ان انا قبلتني مشكلة ان انا ايقاس وافخد الامل. بالعكس ان الانسان اذا فقد شيء يحاول ان يعوده او يتلافى الخطأ الذي يتعرض له ويحاول ان هو يغير ذلك. فطبعا عليه ما عناه في صغره ويأسه كان جديرا ان يغير مجرى حياته. ان هو يغير طريق حياته. ولا يصل الى ما وصل اليه من علم. ولكن بسبب المعلم الواعي. اللي هو طبعا رأفة رفنجي. وما فعله. وشرح لهم الهندسة والحساب. فطبعا علي كان من اول المتفوقين. واختير للدراسة. والدراسة في مدرسة المهندس خانة. فبيقول لي معنا اول سؤال في رحلتنا. السؤال بيقول اذكر بعض التجارب التي مر بها علي مبارك في حياتي. اذكر بعض التجارب التي مر بها علي في حياتي. طبعا ولدي هنا حيبدأ يبقى ليه فكر عايز يطبقه. كان يرى انه لابد مع العلوم من شيئان. اه يرى انه اه المدرسة لا تؤتي سمرتها المرجوة. الا اذا ارتقى الشعب معها. وكان في حياتي كمان قبل دي. انه هو لابد مع العلوم من التربية الصحيحة لاعداد الناشئين اعدادا سليم. من يبقى انا لازم اطلع اطلع جيل متعلم وكمان من التربي يبقى عندي تربية وايه وتعليم. اه يبقى يعرف ان الاقتصار على العلوم وحدها لا يسمر السمر المرجوة. اما اللابد مع العلوم من ايه؟ من التربية الصحيحة وزي ما قلنا لاعداد ناشئيا اعدادا سليما لحياة جدة مستقيمة. وكمان يا ولاد كان يرى ان يكون التعليم شعبيا يطلب اه لزايته لا لتخريج الموظفين والايه؟ والفنيين. تمام? اه ايه كمان? اه زي ما مكتوب قدامك كده كان يعتقد ان المدرسة لن تعطي سمرتها المرجوة الا اذا رتقى الشعب معه. يبقى انا كمدرسة هعلم الاولاد مجموعة من السلوكيات والاخلاق والتلميز يبقى موجود في الشارع برضو يجد مثل هذه الاخلاق والسلوكيات يبقى احنا الاتنين ماشيين مع بعض بنفس السلوكيات فاذا هتعطي في هذه اللحظة السمرت المرجوة اذا ارتقى الشعب ايه؟ معه. وبالتالي طبعا لن تسيل العملية التعليمية الا اذا كانت متناسقة الخطوات يعني المدرسة مع ارتقاء الشعب فتسيل العملية التعليمية متناسقة الخطوات فتبلغ هدفها المنشود يعني تصل الى الهدف المطلوب وزي ما قلنا لابد من التربية الصحيحة لا اعداد ناشئين اعدادا سليما كل ده طبعا اولاد سوف يتحقق مع المعلم القادر لابد ان يكون المعلم قادر على اداء واجباته واجباته كمعلم في توصيل المعلومة واجباته في تربية وتقويم التلاميذ ويكون مستعد بطبيعته لهذه المهنة الدقيقة طبعا مهنة التعليم مهنة دقيقة لابد ان انت تكون عندك قادر على اداء مهمتك بدقة وعينية طبعا اولاد هو هيبدأ يهتم بمراحل التعليم كلها وبخاصة المرحلة الايه الابتدائية طيب لماذا اهتم بالمرحلة الابتدائية لانها تبنى عليها باقي المراحل يبقى على هذا الفهم الدقيق الواسع وجه اهتمامه الى مراحل التعليم بخاصة التعليم الابتدائي لانه تبنى عليه المراحل الايه الاخرى عالوا تشوف ايه الاحداث اللي حصلت بعد كده يقولي لماذا وجه عليهم وركة اهتمامه للتعليم الابتدائي لانه الاساس الذي يبنى عليه المراحل التعليمية الاخرى تمام هنتجه بقى لجزئية جديدة وهي سوء الاحوال والفساد وقيام الثورة العربية ايه اللي حصل بعد كده اولاد تتابعة الاحداث بعد خلع الخديوي اسماعيل وتولي ابنه من توفيق وزهدت البلاد انينا من تدخل مين من التدخل الاجنبي في شؤون البلاد وإيه كمان وساءت الاحوال وطبعا فساد الادارة طبعا لن يرضى الشعب بكل هذا فاشتعلت الثورة العربية وكانت هذه الصورة اولاد تطالب بالاصلاح وانصاف المظلومين واشترك فيها كثير من الرجال من دباط وغير ايه دباط احنا بنتكلم في جزئية دلوقتي ان البلاد بها انين وسوق احوال وفساد ادارة فهذا ادى الى قيام ثورة عربية اللي بكادت احمد العربي والثورة دي اشترك فيها دباط وكمان غير ايه غير الدباط طيب عايزين بقى نعرف ايه موقف اه علي في مثل اه هذا الموقف اه قبل من اعرف موقف علي مبارك اولاد من الثورة العربية تعالي نشوف كده اه السؤال بتاعنا ما مطالب الثورة العربية ما مطالب الثورة العربية طيب عايزين بقى كده نخمن كده اولاد قبل ما نقول هل علي مبارك هيشترك في هذه الثورة ولا وموافع على فكرها ولا لا اتعالى نشوف موقف علي مبارك من الثورة العربية اه بيقول اولاد طبعا علي لم يشترك اه في الثورة العربية ولا مع العربيين ولا مع الخديوي اه توفيق ولزم الحياج يعني لم يميل الى العربيين ولم يميل الى الخديوي عدم التحيز الى طرف او لم يتحيز للطرف الدونة الاخر زي ما قلنا قبل كده اولاد ان علي مبارك لبعض الصفات وكل صفات بتؤهله للشيء معين عارفين اولاد ان علي كان بطبيعي هادئا متمهلا في الوصول الى مطالبه يعني يميل الى الهدوء والتأني وعدم الانتفاع والتهور ويسعى الى مطالبه في تأني يعني في تمهل وهوادة ولا يميل الى العنف يبزل اقصى جهده للوصول الى هدفه وكان يكون شديد السرور بما تنتهي اليه من نتائج طيبة وكان علي طبعا معروفة عند الجميع انه لا يهتم الا بخدمة وطنه والعمل على طرقيته يعني رقياه ورفعته ولا شأن له بالصراعات التي تعد دون فائدة تمام هنا بنسأل سؤال ماذا يعرف الجميع عن علي مبارك طبعا انه لا يهتم الا بخدمة وطني زي ما للسائلين والعمل على ترقيته ولا شأن له بالصراعات التي تعد دون فائدة طبعا أولاد هو موقف علي مبارك من العربيين انه كان يوافقهم على فكرتهم في طلب حقوقهم هو من حقهم انهم يطلبهم ولكن كان يخالفهم في الوسيلة اليها يبقى هو فكرة انهم يطلبوا بحقهم ده امر مشروع لكن الوسيلة وهي وسيلة العنف كان يعترض ويخالفهم على هذه الوسيلة وكان يبين لهم الطريق الصحيح لبلوغها وهو الهدوء فزي ما قلت لك كان يخالفهم في الوسيلة اليها فقد اتخذوا القوة سبيلا الى مطلبهم ولما اتخذوا الطريق الذي لا يرضى هو طريق العنف والقوة ام التزم في هذا الوقت الاعتدال والاية والتواصل ولم يعد يناصرهم ومضى في سبيله زي ما قلت لك ومن الاعتدال من غير ان يكون خصما لاحد بل لو قال لي كده سؤال فيما كان يوافق علي العربيين وفيما كان يخالفهم وانا كان يوافقهم فيه على فكرتهم في طلب حقوقهم اما كان يخالفهم في الوسيلة اليها جميع بيقولي اولاد طبعا واشتعلت الثورة العربية وانتهت الثورة باحتلال الانجليز لمصر وطبعا علي تولى مناصب وزارية عديدة بعد خلع الخديوي اسماعيل وكان فيه كل منصب يتولاه كان لا يتأخر عن خدمة وطنه حتى جاءته دعوة لا ترد وهي الوفاء وتوفي عليه عام 1893 ميلادية طبعا كان لرحيل انين وبكاء وكل مكان في مصر له بصمة فيها لعلي مبارك وبيقولك في هذه اللحظة اشتركت فيه مصر كلها وشيعته بما يليق بعصمة المجاهد المصلح الذي نعرف قدره الكبير ولا يخلو مكان من بصمته الشاهدة بما ادى لها من جلائل الايه الاعمال طبعا في هذه اللحظة احنا وصلنا لنهاية قصتنا بوفاة بطل القصة علي مبارك في عام 1893 وصلنا لنهاية الرحلة بتاعتنا مع السؤال الاخير متى توفي علي مبارك ننتظر اجاباتكم وتفاعلكم وعلى وعد بلقان اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة